اهلا بكم في حلقة خاصة حلقة استثنائية من الائل خطة احمر اهلا بك يا فارس سلاسية تاريخية بنحضرها وبنعيشها حاجة شرف كبير جدا وسعادة كبيرة جدا بنعيشها مع جميل النادي الائل اهلا بك يا احمد وحس احساس الرجل بتعوانيس بتاع تلاتة انا حس تلاتة جدا يعني والله لا عايزين نحب رقم 5 ان شاء الله طبعا سلاسية تاريخية للنادي الائلي ما تقررتش كتير خاصة لما تكون مرتبطة بدوري ابطال افريقيا اللي غاب عننا وفارس هيعد معايا الفين خمسمية اربعة وسبعين ليلة سبع سنين وسبعتاشر يوم تقريبا والحمد لله ان البطولة حصل فيها بعض الظروف وتأجلت لفترات كتير جدا لان احنا هنا من خلال البرنامج قلنا ان البطولة دي هي بطولة المخلصين فكان لازم اللي يبقى موجود في الكدر او اللقطة التاريخية يكون شخص ليدر مخلص والحمد لله وصلنا للمرحلة دي لان بالفعل يا فارس النادي الاهلي هو النادي الطموح الحقيقي ولو انت طموحك كبير فما كانت جوه النادي الاهلي انتفق معاك جدا يا احمد عشان كده لو عرضنا الصورة اللي بتجمع بين التلات القاب الصورة دي يا احمد بالنسبالي هي المشهد الاخير يعني دي المشهد اللي انت بتشوفه وبتنسى حاجات كتير قبله بس عشان توصل للحظة دي احنا مررنا بحاجات كتير جدا احيانا وقت الفرح بتلاقي كل الناس حواليك كل الناس بتقولك الله ينور كل الناس مبسوطة كل الناس حتى بتحاول تاخد جزء من الاحتفال او جزء من الفرحة انما مش ده اللي كان المشهد المشهد كان فيه ضغوط لم يتعرض لها النادي الاهلي احمد تقريبا على مدار تاريخه اللي انا على الاقل عصرته ما شفتش النادي الاهلي مر في فكرة لها علاقة بحجم التجاوزات وحجم الضغوط وحتى ان يبقى عندك منافسين بيدفعوا الارقام دي خصوصا مع دخول نادي بيرامة زعمومة في الكرة المصرية والبعض زي ما انت قلت حاول يصور ان فكرة الطموح بقى خارج النادي الاهلي بس المشهد ده كان هو الرد تخالي احمد احنا وفرق عشرين نقطة عن نادي الزمالك في بطولة الدورة وبتخسر الماتش كان بيتقال المكتب هو اللي بيجيب الاستقرار وان ما عندكش استقرار كان بيتقال ان الادارة عندها مشاكل كان بيتقال ان اللعيبة دي لا تصلح للنادي الاهلي بالكامل ولازم يتسرحه انت متخيل يا احمد لو كنت خسرت نهاية دورة يا ابطال افريقا قالوا ده حيبقى ايه صدقني كتير من المبتسمين كان وضعهم حيبقى مختلف تماما بس حتى لو ابتسامة زائفة على وجههم احنا راضين بيها طالما جمهورنا هو المبتسم الابتسامة الحقيقية لطالق بالنادي الاهلي يا احمد احنا حاولنا يا فارس خلال حلقاتنا في البرنامج نوضح للناس ان وقت الهزائم بتظهر النواية بشكل كبير جدا اللي حصل بعد دوري ابطال افريقيا او نهاء دوري ابطال افريقيا في مباراة دربي بين الاهلي والزمالك وخسارة لنادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا ما شفناش اللي حصل في الاعلام لما الاهلي خسر امام الزمالك في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الاهلي بالمناسبة احنا مش بنقول للاعلام هجموا نجاة نادي الزمالك ان هو خسر نهائي دوري ابطال افريقيا بالعكس اللي انتو بتعملوه دلوقتي هو الصح لكن اللي عملتوه مع النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي ولعيب النادي الاهلي وقت لما خسرنا مباراة تحصيل حاصل كان هو الغلط وعشان كده كنا لازم هنا نشير للغلط ده ونوضح الامور دي زي ما اشرنا كتير جدا زي ما بنقول لمشوار صعب جدا مرنا به عشان نحقق البطولة من وجهة نظري الاغلى والاصعب وبالفعل تاريخ النادي الاهلي ما تعرضش الناس بتحاول تهز متفكين سوابتك بشكل كبير زي المرة دي فكرة الطموح دي امرك ما كنت تسمعها في وقت وجود النادي الاهلي اي لعب طموحه يكون النادي الاهلي هو لعب كبير لكن في لعيبة بتفكر او طموحها بيكون مختلف عن طموح المجد والبطولات وبشوف من وجهة نظري ان ده طموح صغير فبالتالي كل واحد بيختار على حسب طموحه وعلى حسب هو بواصس لإيه وهو معاه كل الحق لكن هنا لازم ندعم الناس اللي وقفت لآخرة الخط وقلنا قبل كده قطر النادي الاهلي مكمل ناس كتير هتنزل من المحطات لكن يا بختو اللي بيكمل مع قطر النادي الاهلي لنهاية اي محطة وكل بطولة هي نهاية محطة وبالتالي أفشة وعمر السلية وكل الرجالة وصلوا جماهير النادي الاهلي لحلم السعادة هتخلت في التاريخ ولقطتكم دي تستحقوها وتستحقوا عليها كل الثناء لأنها قفلت أبواب كتير يا فارس كانت ممكن تفتح علينا بشكل صعب قفلت أبواب كتير وخلت بطولاتنا حقيقة مش مجرد يفتع أحمد ولا شعار احنا بطولاتنا واقع نمتلك منه الكثير اللي مش عند حد تاني في مصر وإن شاء الله عمر ما يبقى عند حد عصرنا كان في الآلة خطة أحمر كان بطولة حاليا لازم نعد بقى يعني لا كتير كنا عملنا تصميم وإحصائية بس فعلا الحمد لله أهم الله يا أحمد من الاحتفال إن فيه أوقات صعبة كتير مرت علينا كنا في الوقت ده حضرين وبنرد وما بنسيبش الآلة في حاجة وده عندي أهم من أي حاجة الحمد لله طبعا في